موسيقى ودمه دمه انت قتلت حد تنغر الولية مطرب علي لما سألت عليها البواب قال لي ان امراضه امراضني موسيقى طبعك طبعنك اه معايا طبعنك معايا انت عملت ايه شغلة انت مبارع خلصت موسيقى خلصت وبكده اكون خلصت اللي عليها وبقاش ليه حد اعلن ترفع كمية موسيقى لازم تاخدوش وترتاح ارتاح علي ويرهندو مكور داع موسيقى عايز الهراج دفتوه مراتي الست الوحيدة اللي حبتها في حياتي كل ما كنت مألفه وشي ماشوفش غيره عيني لو دمعت هاخزه بس انا صعبان علي نفسك موسيقى او عتفكر في اللي بره اللي بره واسعه وكل سالك فيه لكن هنا دا وانت يا ابن الناس مش ناقص خنقة اكتر من اللي انت فيها وزانك عارف يا ونسي لما قتلت الرابل دا حسيت ان استريحت حسيت ان اخدت بتعري عايز اقتل الناس كلها ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اشتركوا في القناة 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 ايهاب انت مش متخيلة انا اتزعاج تقدم لحصة لفتون الحقيقة انا معرفتش التفاصيل انا كله عرفته ان راشد اتقتل وان هي اتصابت جامت بنت اتكلمت انا بنفسي بعدت حد يسأل عليها ايهاب هل الدرجة دي حالك مهتمة بالبيت اللي سمها فتون دي عجباني قوي ايهاب كانت عجباني قوي وبصراحة بقى انبسط قوي لما وشها بس هو اللي باص بس دي اسمها زي ما هو رايحة فين رايحة فين ايه دي بس ايه دي عايزة ايه دي ايه دي عشان نطمن عالجروح اللي في وشك ايه دي ايه دي عاية قدني بس يا ماما ايه دي بقى ايه دي بقى ايه اكدع فتوا فيك يا بلد حالي روي وما العدل فكري اللي اتقتل دي يا ربلك ايه قدت مسموش عادي تبقى جزي اختي عسلية بس هي بقى سبتوه هربوت مين اللي قتل عادل يفتون اسمه راشد راشد الباشة بقى ده ربي فطاقة اه اصلا اصلا هو قتل الونش لما علي جزي دخل السجن بس انا هصالحه اصلا اصلا علي ده علي ده حبيبي انا هو من حبة بعض بطول العمر او النعمة لا هو ما يقدر يستغنى عني ولا هنقدر يستغنى عنه امدنا ايه 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 اعتقد انها مش عارفة يا بطول ايه اصلا ايه هو حضرتك مين بتتعرفيها اه اعرفها اكد بتشتغل عندي ايه اخد دايما حاجة غريبة اوي حستها اول ما شفتها يا مختار اول حاجة جات في دماغي انه ربنا انت امني منها اه واكدر حاجة رعبتني ان انا كنت مبسوطة ان انا شايفها بالمنظر ده بس في نفس الوقت كان قلبي بيوجعني على اختي كبيرة وما كنتش عايزة اشوفها بالمنظر ده انت عارف ان انا وفدون كنا شبه بعض بس دلاتي خلاص بحبش الدنيا ده اللي احنا عايشين فيها دي صعب الناس كتير زي اختك مش عارفين ويقلطوا كل غلطة بالتانية تحزوا عليها ويتعوروا مش اصدي علي اللي حصل في الشيعة طبعا وانتعنا اروح عالي في حالك الفتون مخترتش اللي حصل لها زي بالزبط ما تهيال ان احنا تولدنا في الدنيا دي عشان ننفذ اللي مكتوب لنا وبس وكأنه في خط ترسم لنا على الارض عشان منمشي عليه ونوصل وخلاص ويحصل بس كل واحد فينا بيوصل ندان ولازم يختاره وعشان كده كل واحد فينا بيتحاسن موسيقى صباح خير؟ صباح النور مزاكة واستاذ عبد الحميد لو ما كنتش جدي النهاردة كنت هجيلك لحد البيت فيها قود مهمة جداً لشركة الأسانسرات ومصنع رخام لازم تمضيهم معلش يا أستاذ عبد الحميد أنا الفترة دي تعبنا ومش مركزة في الشغل عندي شوية مشاكل لو فيه أي قرارات في الشركة مختار هو اللي هيمضي هو المسؤول مننا ورايح للشركة لغاية مخلاص المشاكل اللي هاندي يا علا أستاذ عبد الحميد عن إذنك يا ده أنا عايز اجتماع اللجنة الهندسية يكون النهاردة لو سمحت وكل التفاصيل والملفات بتاعت المناصة بتاعت البنك بجيه عاضري يا أستاذ مختار أنا راح لأشرف الحسابات يريد في جهاز الوراق هبعته لك مع صعب شكراً صباح الخير يا أستاذ مختار صباح النور النهاردة اجتماع اللجنة الهندسية عايز لكتف تسويق من كاملات بقولك وحشتني ممكن عرف ما بتسألش عليها دي ما عليش هستي مشغول شوية اليوم موسيقى 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 أنت؟ ما هي السيارة؟ حسنًا، أنا يقول لك أسقًا لأسسان أنا قاعد قدام أحلى إيضان جميع صوتك أناė? مفترة ما هيو طبعاً مليكو للميه ها كذ? يروح قلب مام طب يا مختار، أنا كنت عايز أقولك أن عبد الحميد يتكلمني ممكن أن طالب مني ملفات الدراهيم فلو ينفع يعني يا داني يا صوت اللي جنبك ده اه دانيا دانيا انت سمعني وانا عمرك وانا ما بتقسد لانحوري صوت يا حسلية تلحيني يا أختي ثانية واحدة يا مختار ثانية واحدة سبها لو سمعت مالك يا حبيب تسير النبي أنا عايزة روحة قبل جوزي طب معلش يا مختار أنا مطرق فلدلوقتي مع السلامة لمو أخذاتي ممكن تديني لعبها السمرة القديمة بتاعتك وطرحتها وما انت اسم الله ما بقيتش محتاجاها أنا بس عايزها عشان روح بيها بولاني بدل الزفت اللي أنا لابساني طب واضي يا حبيبتي هنواض مع بعض أنا وانتي وشاهين ونتعشها وبعدين هنخذك على بولاني أنا عايزة روح أشوف علي عايزة روح بولاي أشوف جوزي حها عارفة لو بصوتت تاني قدام شاهين أنا سجينك في قطك ومشتراعك منها تاني فهمة يا فردوس فردوس ايهم نبدلي خير فييك خدي شهين جوا طيب يلا هلنا نتلعه ضدنا يلا هيا 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 ما قلنا لشي حببتي ما تزعليش مني بس أنا مش عايزة شهين يخف منك ولا أنا عايزة يخف مني يا غتي والله والله العزيم أنا بحب 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 بس أنا بقى ما بحبش علي أو النعمة ما بحبوش ولا الزفت راجد بحب ما بحبهمش أنا بصي يا غتي بصي بصي شوفي وشي أنا مش عايزة مش عايزة يا عزني يا والله أنا أنا حايزة جيب وشة دينو أوي أغتي والنعمة أنا ما هي فلوس أساسا أنا ما سيفت السكة أنا مش عطقة قراريكي خام أنا حايزة روح شتري وش وارغة على طول ماذا؟ ما شوفتوا إن حقك على الله ماذا عايتيش ها بنتي أنت مش عايزة نشتري وش أيوة أنت مش بتحبيني أنت مش أختي ولا نيلة حزبي الله وانعمل وجي فيك تحملي فيها كده ماشي عسلي حاضر أنا أسفة فطول أني عرفت علي على مكانك صباح الخير صباح نور في حاجة أنا عايزة أتكلم معك شوية تفضلي مختار أنا أنا كنت عارفة قبل ما أي حاجة تحصل بيني وبينك أن أنت إنسان اللاعبي وبتاع ستات ومقضيها يمين وشمال بس ما كنتش متخيلة أبداً اللي بيننا ينتهي بالسرعة دي ممكن ما نتكلمش في الموضوع ده أه ممكن مختار أنا أنا كل يوم بحاول أقنع نفسي إن إحنا صحاب لكن ما قدرتش ممكن لو سمحتي ما نتكلمش في الموضوع ده ليه يا مختار مش أنا مش عايز إزعارك ليه هو أنت ما كنتش مبسوط وإنت معي كل حاجة أنا حتى مش عارفة كان إيه كل حاجة بيننا أنا أنا كل اللي أنا عارفة أن أنا كنت مبسوطة للأسف كنت مبسوطة وأنا معاك أنا عملت معاك حاجات عمري ما عملتها مع حد تاني ماروة لو سمعني اسمعني العمري ما تأخرت بربيتي وشرب وصبت فيه ماروة اللي حصل ما منا ده شيء عادي جداً بيحصل في كل وقت على طول لأنا مش كل قوي كده زيكم ماروة إحنا اتنين أعكبنا ببعض مزي ناس كتير قربوا من بعض انبسطوا شوية وخلاص كل حاجة يروح لحاله والله أعلم جايز بيتقابله تاني بعدين ايه بادر يا بتحسن أنا ما صدقتش لما قالوا لي اننا كلام في إيه فيش حاجة غمالي عينك هم فتحي انت ما بتحرمش انت رسمتني كم مرة لغات دلوقتي هم حضرشة حلو عجباني أحلى مني مش حقيقي للأصل أحلى وبعدين معك احنا مش اتفقنا اتفقنا على إيه اني قاعدة أحب فيك كده عمالة على بطال لغاية لما بتبيري رأيك مختار احنا بجد لازم نتكلم في الموضوع ده انا بتكلم بجد انا عارفة انت بتفكر في ايه وحس بيك بس عشان خطر يا مختار تخلينيش حس بالزن بناحيتك خلاص بسيطة ما تحسيش بزن ما انت بتعمل كده على فكرة داريا اي واحد بيحب واحدة بيبقى نفسه يوري لها قديها هي مهمة وقديها هي على باله علشان يمكن في يوم تحس بيه ايه اللي انت بتعملي ده يا ساتفتون عقالي الواجد هينوت في ايدك غوري يا اولي يا بره شاهين ده غوري اللي اوزل بالسكينة ايه اللي انت بتعملي ده الواجد هينفتص في ايدك الحميلة غوري يا اولي حابل يسويط ما تخافش استرج الياد وانشاف كده امك اللي مواطعة عايزة تحبسني في البيت ده عايزة تقعد تتفرج علي وانا متشوها لكن انا هقتلها هقتلها فهم أيše واحد رام فردوس ميليك اهんな اين المرة ان لليا! لليا! محطر الولد يا مختار! انت هوري برا يا حاج نوري يا بنت الكلب هتباعي الولاد عرام عرام سيبيني معاها هنجيبوني هوري انت كنت تقدري ترفعي عنيك فيا طب انا هخرج من هنا وهاجيب علي يشعوك نصين وهاجيب راشد وأقول له أنا عملتي فينا أنا عارف هي عملت ايه أيه عارف أنا فاهم كل حاجة فتونا وحاسس بيكي داليا مجرمة مقوتت مراد صاحب الفيلة دي نحكت عليه وتجوزته وخدت كل فلوسه دي ما كانها في السجن ميوه أنا كان لازم أبلغ عنا بس ملدرتش أنا شم أحب ولده ومش عايزه يتقذي وأنا متأكد ان انت كمان بالحبين ايوه أنا بحبه اه عايز ايه أنا متشقوية أنا هنستخرج مال وشك انت زي الأمر دي تعويرة بسيطة هنطوع كمان كمان وإذا كان على خروجك من هنا ده طرد بسيط كنت اه أنا هخراجك لدينا ازاي؟ أنا اللي بدفع لكل الحراسة الليان هقول لهم بسيطة بس سهلة جدا يلا يلا عشان تلبسي أحلى فستان عندك هخراجك خروجة تنسي الدنيا بعدها اه يلا سيب السجينة ففففففففو يلا سيب السجينة اه انت أعوان اه أخايا مش هرحمك اللي عملتين سامة! مش هرحمك يا فتون! ماتش يلا! يلا عشان تغيري عشان يخرجي أنا هغير وأرجع لك عمطوري أنا مستنيك كاكاتش يا حتايا مخطورة هيا ادي توني بكل سؤالي بتاعي حقك عليا يا حبي حقك عليا روح لبومك أنا مشيها من البيت أنا أسفل أنا نسبتك معا خلاص بقا عباد معروب كفايا؟ كانت عايزة تقتلو يا مخطور كانت عايزة تتبح ابني مو زونيش كانت هتعمل كده من عمت ان ربنا سطر وهي أديتني مولد بكل شيء سعد هيا سعد لا مفيش حاجة الحمد لله موقف سخيف وعدة لا ما ظنش داليا هانم هتيجي الشركة النهاردة هكلمة أنا هجيلك أنا يلا سلام شركة إيلا أنا عايزة عوض معايب مش هنزل الشركة النهاردة مش لو مش عايزة تروحي بكرة كمان ما تريش بكرة يا ريت استرم كل حاجة مختار في الشركة الفترة دي لغاية مع عصابي تهدل شوي حاضر بس الموضوع الحمد لله عاد على خير هون مش محتاجة بقى عصابي لا محتاجة بقولك أنت عايزة تقتل ابني دي مجنونة ماشي مالشي مختار أنا أسر عايزة عوض مع ابني لوحدي حاضر لا محتاجتي حاجة تكلميني شكرا قوي مختار مالشي مرتفع حبيب ما قله أمامك انت الحبيب اهي أروحي ورمي ما قلت ما قلت ما قلت الشركة اسمها الاتحاد وهي شركة كبيرة جدا في الخليج وبتشتغل في المركزات الغذائية زي المرباط والعصير وحاجات تانية كتيرة زي دي الشركة دي بقالها ثلاث سنين في السوق وفي الفترة الأوليلة دي قدرت تعمل سومة عائلة لها هم عوزين يبنوا مصنع في مصر هنا وطلبين تحديد معاد معنا فياريت حضرتك تبلغ مادام داليا وتشوف المعاد اللي ناسبها حاضر بعد أربعة يال يوم اللي اتنين مثلا بس داليا مش هكو موجودة هلعناقب معاهم و هنشوف شروطهم ايه ونتفع على النقطة الرئيسية الأول وبعد كده نبقى نقولها بكنا يا فندم لجنة الاستلام هتنزل الكمباوند عشان محضر استلام التشتبات لازم يتمكن ما العارف هم يخلصوا بس التقرير والإجراءات تمشي يعادي سالي معادي هاي انت فين يعني دلوقتي طيب زي ما اتفقنا هجيلك سلام انا لازم امشي طيب انا عارف ان مادام داليا قدومها شوية على ما تركز مع الشرك ولازم كلنا نرتب نفسنا علي كده بس على الاقل يكون فيه واحد علشان التوقعات ويا ريت يا ريت يا مختار يكون اليوم ده ثابت ومعروف للكل حاضر سلام 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 السلام عليكم عليكم السلام سلام أمرا أستاذ أستاذ فيه ايه ما كلمك طب يا عمي ماشي أمرا أنا عايز نقابل صاحبة البيت أقول لها مين أقول لها محروس 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 اسكندراني طب ايطلع برا كده يا حبي ايطلع بس برا كده والله العظيمة انتحرط من هنا غير لما نشوفها طب ايطلع برا ماشي طلعنا ماشي 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 طب عن خير يا فردوس هو واحد اسم محروس الاسكندراني عايز يابل المدام ماشي شاهين عايز ايه ايه يامي يا دنداليا ما هي حد واقف برا عايزي قابل حضرتك بيقول اسم محروس ما قالكيش محروس ايه بيقول اسمه محروس اسكندراني قولي للان انا ما عرفش حد بالاسم ده حاضر لا ما استني ما ينفعش ايه مش شي طب اقولي للان ايه يا دنداليا طب اقولهم ايه طيب يا مده انت اقولي طيب في ايه خير قتلي جزمتي وشنطتي حاضر سويني وفلوس اهرب اهرب تاني طب في ايه طيب اطمينيني طيب في ايه اهرب لي انا داليا اهرب لي انا انا بقى مين هنا انا تماما خوزي وضع لجوه خوزي وضع لك كويس اوي حاضر 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 ايه يا دال ايه مختار ايه بي ايه ايه الحقني انا في مصيبة ايه بي تايميني با في ايد الحق محروز برا ايه بي وقف ودامة زيه بالغاية لما كانت بسرعة مختار ونا بك ايه 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 اي . 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 مين؟ يا مختار افر هو ده محبوظ بتحسك نريف سواء؟ اه هو وصل لحد عندي تفتكر تفتكر عايزي ادرا بس لا شكل اشغال تغير مش هيعرفني صح؟ مش هيعرفي اه هم جاي هنا لي هيبلغ البوليس محطة لو حصل احنا ما عندناش مشاكل اه احنا ما عندناش مشاكل احنا ما عندناش صح؟ صح خلاص قبل انت قبل انت قبل انت قبل انا بصفتي ايه؟ اقرض علي فلوس كتير ادي له اي حاجة عايزة تبين ماشي تبين مينفعش قبله قبل بصفتي ايه؟ انا ممكن اقبله لو انت هتبقى عادة فلو قبل موت اعرضش علي فلوس كتير عشان ما يطمعش فينا وهتتعاملي على اني داليا نور مش الست اللي هو تجوزها انسي عسلية دي تماماً انا داليا نور انا انا مش زينة با انا مساسلية مستور يا رب عسلية عايزة بخدرات دماغية تتفتك مش حاجة ما مفيس حاجة مش كيفية الاكل الزرز اللي بجمهولي علي ما بيحبش الاكل اللي همسبك انا هتبخلك 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 كل الاكل يخوي اللي بتحبك انما رشد انا مش هتبخلك حاجة ابداً انا هجوعك هتبخلك هتبخلك هتبغك ننسي يا عسلية يا حدامة يا واطية يا أولا دكان افتحوا يا أولا دكان عايزة أخرب عايزة أخرب دخل وجهت أيها الرجال أخرف تعرف أخرف هم دخل انتمين وجاي هنا عايز ايه؟ ليه؟ عملت فيها كده ليه يا زينة؟ ممكن تشرح لي انت عايز داليا هانم في ايه بالظبط؟ ساكت ليه يا جدع انت؟ ما تتكلم وتخلصنا؟ انا ما قازتكيش في حاجة بالعكس انا حبيتك امنتلك على حياتي وعلى فلوسي عملت فيها كده ليه يا زينة؟ واضح ان فيه لابسة في الموضوع من فضلك ما تتكلمش دلوقتي خالص انا عادت كتير اقلبها في دماغي بالقيت لكيش عزر واحد تجدبي عليا يا زينة وتخلينا تجوزك وانت على زمة راجل تاني وبعدها تروح تتجوزي واحد تالت ايه الفقر ده؟ اوه 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 يا محروس أنا كان لازم أهرى كوسر هددتني أنها كانت تفضحها كوسر أتيني لي والله من كان أصدى سرعت أنا ساعتها كنت تايا وما كنتش عايفة أتصرف واخدت الشنطة بفاكرة أن أنا هأمن نفسي عشان ما نمشي تاني في الشارع زي أيام ما جيت لكم ولما دخلت القطر وفتحت الشنطة ولقيت أن اللي فيها كان كل اللي حلتك وذهبك وفلوسك زعلت قوي من نفسي أنا ما كنتش عايزة أسرقك والله منك لله بعد اللي عملتي فيها ما بقيتش أسق في حد بقيت كل الناس في نظر إلى الشاشين وحرامية وكدبين بسببك خلاص نتكلم على ما تشوف الدهب والفلوس اللي خدته منك داليا كانوا كاما داليا ساعتك أن اسمها زينة كاما هو أنت بتسألني لي يا أستاذ أنت تدرون لي 2 مليون جنيه المحروس أنا عايزة أعودك علي خدته منك خمس أضعف أنت في يوم من الأيام كنت البني قادمي الوحيد اللي عاملني ما عامل حلو أنت جميلة يا أبوة أنت تولي يا أبوة أنت يا أبوة أنت سيبه يا أبوة سيبه أنا هبلغ عنك البوليس بلغ البوليس يا الله هاتي البوليس دلوقتي الهاني المحكم عليها بعشر سنين في القضية بتاعتها سرق أو تزوير ونصب هاتي البوليس التقبي الست دي اسمها داليا نور سيدة أعمال كبيرة في البلد أحدش هزدقك تليفون واحد هتتحبس ولا تحقيق ولا قضية ولا نيلة اعقل وفكر قبل ما تتهول انت ليك حقك وهتغضل مين مليوني؟ عشرة مليوني محروس أنا عارفة أن أنا أغلط في حقك وأن ما فيش حاجة أقدر أعملها عشان أعوضك على أنت خسرته أنا متأكدة أنك بني قدم طيب وفي يوم الأيام كنت بتحبني زي ما أنت بتقول بس ما تخلينيش أأذيك تاني يا محروس هتمضي وصورة إيمانة بدع في المبلغ عشان ندمن أن أنت مش هتتغالب عليك أنا أخسروا محروس أخسروا محروس أنا القلم والوجع اللي شفته ما يعودنيش عنه ملايين الدنيا بس أنا موافق مش عايز أشوف وشك تاني في حياتي ربنا ينتهم منك هفضل أدع عليك ليل ونهار يا زينب ربنا ينتهم منك عشان أنا ما عملتلي كيش حاجة ربنا ينتهم منك يا زينب كده خلاص محروس ده مش هتشوفه ديني بس برضا يا مختار أنت ما قررتوش على اللي قاله على مكاني ممكن يكونوا بيرقبوني وعالأساس ده بيعرفوا أنا فين لا موظنش براشي ده أوهامي أوهامي يا مختار أنت مش شايف اللي بيحصل ما شايف وشايف انك يعني ده ليه هالك في واحد عايز يا أبو الحابريك بره تفضل مين طارق شنين جوزها وأبو ابنها ديها واحدة وخليك تقل طارق شهين جوزها وأبو ابنها ديها واحدة وخليك تقلق ثا Hold on انا ههرب، ههرب، هاخد ابني وهرب من البلد ما vestيش الكلام با، كلم الأمني يمسكو، وأنا هقرب من البب اللي وارا مش هايحصل لا هايحصل هاتي الورد فردوس سبينا حدش هيخذك مني سامي ماشينا من هنا يا مختار أبوس رجلك تماشينا من هنا واقعرض علي فلوس فلوس ايه؟ ده غاني واش محتاج مش هيرضوا ممكن تسمعيني لو سمعت انتي هتنفذي لانا أقولك عني انت ما بتفهمش بقولك هيخذ مني يجني يمكن يقتمني كمان اسمعي اللي بقولك عليه لو سمعت انتي هتخبش هيين دلوقتي كأنه مش موجود في الفيلا لغاية لما أخرج هتفاهم معايا واشوف عايزين وانتي يمسكي نفسك شوية كده يمكن احتاج لك تخرجي تقابليه قابل مين؟ طارق أيوه بمسكي نفسي ايه انتي شيخ تقمني انتي شيخ تقمني مفيش ضمان انا قلتلك قبلكينة ان يبني برعيه اتفاقنا حين اتفاقنا ان انت مش تقولها ان انا نبلغك على مكان تقولك ايه انا متأكد ان اللي انت بتعمله دوره حاجة وسخة مشكلها دحكة عليك انت كمان ايه بتحبها؟ رازم تبقى عارف ان البنيات ما ديش طانة طبق ايه ايه اي حاجة هتقولها انا عرفك فيش تزوم من الكلام ده احنا عملنا اتفاق انت هتاخد الولد وصادة من داليا ماتفزيش بس لازي نبقى فيه ضمان ضمان كلمتي مش من مصلحة ان ام بيتخش السيل ايه فاردوس ايه تعالي شوفي البيه اشرب ايه بتكتو امر هاي حركت احبت اشرب ايه انت بتشوفي شاهين يا ابني؟ شاهين؟ اه طبعا بشوفه طبعا بيتكلم بش كده؟ بيتكلم بس كلمات قليلة شوية هوا حضرتك بابا؟ طب انت مكنتش بتيجي تشوفه ليه؟ ولا انت كنت مسافر؟ يا اللي هنا يا مختار يا مختار يا مختار انا مختار طبعا اتفقته على ايه؟ الطمني وافق انه ما يبلغش عنيك هو عنيك كده والطمني مختار لا عشان خطري لا يا مختار ابني لا انت وعتين انك تقدر تمنعه اعرف بس ما عرفتش هو رفض لا يا مختار حرام عليك شاهين لا مختار خلينا اهرب اهرب اه اهرب تاني؟ اهرب تاني انتوا اللي بتعملو فيا كده سفرني ايه بلد برا بصر انا وابني حتى يشي طول عمرك هربانا يا داليا لفرستك ما تهربش تاني واذا كان على شاين اهربوا منفعل لوقتي ورقبوا من شيطان ومعايزين تقيم منك بس بعد فترة اوهدك ان انا هتكلم معا واوصل مع الاتفاق انك تشوفيه تاني لا سافر بابني في اي حتى استخبق فيها انا عندي فلوس وهامل كده انا مش حامل سديني اسماعيل انا بقولي كليه انت بعد تاني يا مختار يا مختار انا ، لين يا صباح الختار الملم و Foundation الأحها Centers ما حولك يا ماتباه الله Ivانش الخمس تس لا يا مختار انو هي اختي مختار مختار اني اتكلم امي امي يا مختار انتي مش بالي ادنو انت كان لازم تتبحي على اللي انت عملتيا شهين انا نفست اللي احنا اتفقنا عليه انا مش هبلغ عنها بس بشرط ما اتقربش من ابني تاني تعالى يا رحمه تعالى تعالى يا ابني اعرب عليكم اسم بالله العظيم لو فكرت بس اتقربي من ابني تاني ما فيش داعي للتهديد والاكيدة هنتك هزي شهين تعالى يا رحمه تعالى اعرب عليك يا طهري شهين بحاجة شهين أنا طارق شهين باباك يلا نروح لجده يلا ما هو مش هينفع كده يا مختار المشاريع اللي وقفة دي ومرتبات الناس المتأخرة الستة عندها مشكلة كبيرة وبيوت الناس المفتوحة من الشركة دي برضو هيحصل فيها مشكلة كبيرة واحنا ايه في سوبر ماركت دي شركة شركة مختار شركة فيها موظفين وعمال في الشارع واتفاقات وشروف جزائية ما خلاص يا عم عبد الحميل كان لازم دا كله يحصل يعني ايه لازم دا كله يحصل وليه ليازم عشان نلاقي حل طيب خلاص يبقى تيجي معايا روح لها البيت النهاردة روح لها البيت دا ايه بقولك الستة عندها مشكلة كبيرة ابنها اتخد منها ما ما تردش عليها في التليفون ايو يعني نعمل ايه يا مختار نقفل الشركة والروح اكيد مش هنقفل الشركة انا هتصلف هكلمك بالليلة وقولك هنعمل ايه بالزلط بفضل بتشوفو برضو ندلت المايا بهدومك يا فتور طب والله هالعظيم يقولي مادام دريع اللي انت بتعلميك عشان انا بتعلمي مو النبي يا اختي انا بحب المايا قوي بس اوعي تقوليل مادامي ما اسمعهاش داي اسمعها عسلية اوعي تقوليل هالحسن تحبسني في القودة تاني ومعدين انجر يا بت روحي جبيلي الوزة العوامة الوزة وهاتي شهين يلعب معايا وزة الوزة تقولي انت عايزة وبعدين شهين مش موجود يا سلامي يا اختي انتو مخبينو عني عشان ما يلعبش معايا لا يا ستي طلع انتي بس وانا هحكيلك اللي انتي متعرفوش طب يلا اطلع هتطلع يا مجنوري اطلع يا مجنوري اطلع استني يا اختي هاتي ايدك هاي نعمة بعدين تقنية غايبانة انتي الاعاوية طلعي هاة هتحكيلي عن ايه بقى قولة مento هحكيلي تعانا اللي حصل ما بين مادام باليا وبابو شهين ها مش ابو شهين ده يبقى راشد ولا حد تاني وهصير رجاله كتير قوي يا اختي لا مايصحش كده يا فطرة نعبت كلام اللي انت لا يا أكتي صح ما يصحش ده إيه طيب تعايد بتي عرفة إنهم دايماً يقولوا علي أنا القوية المفترية اللي مكسرة الدنيا أنا ما عملت الشربع اللي عملته عسلاني والنعمة الشريفة ده أنا لو قعدت حكيت لك خدي خدي لو قعدت حكيت لك مش هخلص كلام تعالي وأنا أقول لك كل الحاجات أنا كنت مع عبد الحميد في الشرف روحت غيرت وجيت في ورق كتير لازم يتمنى أنا عايزة إيه من يا مختار؟ بصي بقى أنا عارف إن أنت قوية وشطرة واستحملتي مصايب كتير في حياتك وكل مرة بتعدي منها بقى أقل خسارة بتهيقلك أنا اللي قوية ولا حاجة أنا أضعف بني قدم أنت ممكن تشوفها اللي أنت في ده هيعدي أنا عساعدك أنا عساعدك أنا عدي سوا عسلاي أول مرة تقول لي عسلاي خلاص اللي فدك كله على إنسان تعالي نبت أحياة جديدة أنا وأنت نتجوز نجيب عيالي والعيالي تجبر طاني يا مختار قلتلك مش هينفع أنا خايفة أخسرك أنا كل ما كنت بك جوز جوزة ما كانتش بتكمل أنا بقى لي كتير بتخانق مع الدني حصة إني خلاص خلصت أنا ديش حاجة دهالك كفاية بقى ما زيديش بطالة زوجيني بعيدة عنك هو أنا طالب إيه؟ أنا طالب حاجة جميلة جداً عايز أبقى جنبك عايز كل يوم قصح علي وشي قدامي بينور ليومي وامشي أقول له كل الناس أدي أنا بحبك صدقيني يا أختي والنعمة يا سيفتي والله يمصدقيني والكعبة الشريفة ما عملتها حاجة أنا زي البل هوا ما عملتش أي حاجة يا مية كده ليه؟ زي ما انت شايفة كده نقطت في المول بهدومة مرحيتش حتى أجيبها على قوتك عايزة أسألك سؤال بس والنبي دخل لي على قوتك يا فتو أنتو هتتجوز وقمت يوه طب أنا عايزة أسألك سؤال أسأل أسأل تعالي بس البيت عسلية دي اتجوزت على راشد دلالة وجاي بعيل كمان ما أنا عارف عارف يا نهار السود تعالي أطر راشد وجوه عشان شك فيه بس هيا بتعمل في قوين لو عيت خليها بتسمعك بتقول كده ما هي حصالك طايب سكوتي ما تغيريش. أنا هنقيلك طاقة معنا مزيل. قل ليه انت فاضي. هنقومش خلف الحمان دي. يلا يحاولي تخرجي. كده كفاية. هلا بحاجة بالماني. سيبيني. عادي ما بتحاجة بالماني. كفاية كفاية. يلا يحاولي تخرج. حاطر. طيبيني عليك الجنمتي خالص. خالص. أنا أخطيك الكبيرة حترني. حاطر. أنت أخطيك الكبيرة والعقلة. وأحسن مني كمان. أخطيك الكبيرة. أخطيك الكبيرة. أخطيك الكبيرة. أخطيك الكبيرة. أنا أحسن منك. أيضا. عندك حب. أنت أكبر مني وأعقل مني. وأحسن مني. وأنا أميتوش. أخطيك الكبيرة. أخطيك الكبيرة. أخطيك الكبيرة. وأخطيك الكبيرة والمغفسة. وضع عشق Lil Bolaep. عشقك يا ربول. عشاني يا ربول. أخطيك صحيبي. أخطني منisingني ابقيني صحيبي. في عشانها سحيبي صحيبي 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 صحيبي. أحبه عمري أحبه عمري شاهدك كنت زين عمري حابتي تقدرت أحبه عمري حلوة عمري زين عمري يفتون أحبه أخيفي وخفاتي انت عايش هانا؟ اه اه ايه رأيك؟ انا جانا متحرجة عشان انا اللي باني بنفسي والله ولا ليه نفسي هارك واختار انت وعدتاني وعدتك بايه؟ انك تقنع طارق انه يخلينا نشوف ابني شاهين بس يا داليا انا دلوقتي مركز في حاجة تانية خالص انت داخل معي البيت لأول مرة اعيز بتنسي بقى كل حاجة وتركزي في كام ساعة الجديد بودة انهما مهمين جدا باللزباد واعتقد هيكون مهمين جدا باللزباد مهمين اني مش فهم مش معهم بسي بيدي نفسك بس كده واعتقد هاني كل حاجة وقتها اتفضل حالو بيتك غريب ببيب برسي انا اللي عام الشهورة مش رسمة بس يعني اما ليه؟ كل حالة لا لقتي ليه يا دي ناس عريانا؟ اعمل ايه بقى كنت كنت بحب اعمل كده مش باين عليك يعني نيطلع منك كل ده شو بحاجة؟ حاجة صفت انت مردتش عم سؤالي اه ممكن ايه؟ انا بتريدت احبك انت صح؟ بصي انت بتريدت اتصابي علي بعد ان مرد خبطت بالعربية ومسلك علينا ان انت مش فترة حاجة هتطعتي على المساعدة صحيحة بعد كده بتريدت اه ارسلوك ومساعدتها مش قادر بوضع تعرف ان انا كنت واخد بالي وانك حطتني في القناعة ما زمان؟ واذا انت كانش يبستك لك ساعتها ولا كنت بالباية؟ مش مساعدت يبستني كنت واخد بالي وخلاص مختار انت شايفني ست وحشة صح؟ اكيد لا انت اخر حاجة ممكن تتقلع عليك انك وحشة انا مش بها جميل بكلم جد وانا بتكلم جد تسألي سؤال زي ده ليه؟ يعني ان انا مليش غالي بغضل بخونه ممكن قزيت ناس بس ما كانش قصد قزيهم كنت دايما بحاول هرب من الظروفه بس كنت بناجي نفسي هانا اكيد ما كانش قصد اعمل كل ده شاكده انا بقولك انت باخد عني فكرة وحشة خلينا في الافكار الحالة انت هتشرب بدري؟ هناشر انا لا قلت لك عايزة صوبت لينك طيب ماشي سامي يا بات ايه مو انت بتعمله ده؟ ممكن مناديل ماشي سامي هنا هنا في البيضة موسيقى 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 المترجم للقناة 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 مالك هو ايه اللي مالي وبعدين معك يا مختار بص انا عارفة انك متضايق مني وعارفة كمان ان انا ممكن اكون عاملت حاجة واجعك خلاص بقى معادش فيه لزوم من الكلام لخالص لا ليه لازم يا مختار انت لازم تسمعني انا خلاص مش عايز امثل تاني ولا عايز اتحكى لحد انا لما كنت بعمل كده زمان ده من كتر خوفي كلما كنت بخاف كنت باهرة كنت بدور على حتى استخبى فيها ولما كنت بلاقي الامان كنت بقعد وردة حتى هنا يا مختار انا كنت عايزة مشي وانت اللي قاعدتني فاكر كم مرة انا كنت عايزة رجع الشركة دي لولاد مراد وانت تقولي لأ الشركة دي من حقك الفلوس دي فلوسك وانا فكرت في كلامك وفعلا لقيت عندك حق انا كده تمام انا داليا نور شركة وفلوس كل ده بتاعي وانا راضية حالو كده في حاجة مهمة قوي لسه نقصاني يمكن دي اهم حاجة اني ارجع ابني انتي استحالة تتخيالي انا عملتي ايه عشان تحسي بيه يا مختار الحب مش عافيا انا مش عايزة تحكي عليك دي انا اول ما راحس ان انا عارفة اخد قرار ده بدل ما تفرحلي انت زعلن انا مش عايزة اجذب علي حد ولا عايزة اجذب عليك بس انتي كل حاجة في حياتي الكذب مين داليا نور داليا نور كيمل هاشق اي وجود احنا اللي عملناها ألفناها زي اي حدودة ليها بداية وليها ناية انت فكرتني بحد مرة اقل لي زمان ان الدنيا دي مليانة لحكايات الحكايات تشرح القلب وحكايات تحزن وانا بقى احظي ما جاش غير هالحاجات اللي تحزن بس انا مختار دلوقتي داليا نور دلوقتي ممكن يبقى عندي حكاية حلو انا عايزة افضل داليا منفعش تفضي داليا انتي عسلية هيني الحقيقة انا ممكن يكون وزح بس انا مش كالدب وعشان كده انا لازم اقولك انا عملتي ايه انا اللي جبت معروس البيت وانا اللي بعته عنك وانا اللي كلمت طريق وعرفت مكانك وانا اللي بعته عنك انا عملت كده امكن امكن عشان كنتم تخيل اني لما بات الناس دي عنك هتعرف يا دي انا بحبك امكن عشان كده امكن عشان كده ايوه انا كان لازم اعمل كده كان لازم نحق ايه علي اصحابه وانا عملت لك ايه قيزيتك في ايه مختار ليه تعمل في ايه كده الشركة ايه انا مش عايزاه وانت اللي كنت بتقولي لأ انت فاكرة يفرق معاك الكلام ده ده انا جاء لأيه ايام كنت بنام في الشارع انت فاكر كده انك بتنتقم مني انا اكتر حاجة بجعني ان انا صدقتك مختار ما تسبنيش انت وسخ يا مخدار ما تسبنيش انت وسخ يا مخدار وسخ انت كل حاجة وسخة في الدولك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة